تمام السؤال التالي يقول السائل ما حكم العمل كمبرمج في شركة عملة موبايل أبليكيشن الفترة أنه يتح للناس تفتح سباد بنكية في سويسرا عن طريقهم ويأخذ عمولة طيب أقول له أولا الأصل في الحسابات المصرفية التقليدية التجارية المنع إلا لضرورة أو حاجة ما ستنزل منزلة الضرورة لأنها حسابات ربوية في الأصل فإذا أضفت إلى ذلك بعد آخر ما التصق بالبنوك السويسرية في الجملة من تهم تهريب الأموال وغسيلها تقوى الشبهة وتزداد بنوك سيئة السمعة في الجملة يعني كلما نسمع عن عملية تهريب أموال من مؤسسات حكومية وغير حكومية فإن مقرها ومستودعها إلى سويسرا طبعا قد يكون هذا في كل الأحوال وقد لا يكون على قدر تهمة ملتصقة بالحسابات السويسرية في البنوك السويسرية وقد يوجد فيها ما هو بريء من ذلك فأرى لك البحث عن عمل في قطاع آخر أما إذا لم يكن لديك في الوقت الراهن إلا هذا العمل فاقبل به بقدر ضرورتك إليه أو حاجتك الماست إليه وابق على التماس البديل بالدعاء وبالأسباب تدعو الله يا رب هب لي من لدنك فرجا ومخرجا وعملا أكون فيه أرضى لك ويكون أنقى لكسبي وبذل الأسباب المشروعة وأرجو مع هذا وذلك إن شاء الله تبرع ذمتك يا رعاك الله